انابى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية لحضور احتفال عيد العمال الذي نظمه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لتكريم العاملين المتميزين في مختلف القطاعات الحيوية المختلفة باسلوبهم الخاص تشكلت اوضح الملامح لهذه اللوحات التي بدت عليها البساطة في رسومها وزادت من جماليتها تلك العبارات العفوية التي ارادوا توجيهها لمن يكدون ولا يتناهون عن تقدير حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم النهوض بمملكتهم عبر سواعدهم السخية بكمية المجهودات العظيمة التي تبذل في الاول من مايو من كل عام يتجدد الاحتفاء بقيم العمل والعطاء والانتاج قيم سامية لا تبعد عن كيانهم مقدار شعره فهي من رافقت ولا زالت تجد انه من الانسب ان توضع في مقام عمال الوطن على اختلاف مواقعهم الانتاجية هذا الاحتفاء اليوم اللي يقام تحت رعاية سامية من جلالة الملك هو للاحتفاء بكل عامل مخلص في المملكة البحرين يقدم من جهدة ومن عرقة الكثير لبناء النهضة والمساهمة في الجهود التنموية في مملكة البحرين فهو احتفاء بالعمل بقيمة العمل وقيمة الانتاج وقيمة الوفاء لهذا الوطن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مظلة اتسع مداها حتى وصل الى جميع من يشاركون في دفع عجلة التنمية الشاملة ليستمر العطاء وتمضي قوافل المنتجين في اماكنهم العملية نحو طريق مرصوف يضمن لهم الوجهة الامنة فيه من الحماية الحقيقية الكافية لحقوقهم ومكتسباتهم بالشكل الذي ينعكس ايجابا على رصيد المنجزات العمالية في البحرين على وجه التحديد بعد مضي سنة على اي عامل هذا الجهد الكل ينتظر هذا اليوم على اساس انه يصافح راعي الحفل وانه يكون تكريم له وهذه وسام دائما على صدور جميع العمال لما نكون له تكريم اليوم لابد احنا يعني عمال البحرين اعطوا الكثير لكن كذلك نطالب منهم الاكثر احنا اليوم لابد ان نلتزم بالانضباط واليوم احنا قاعدين مر في مرور في ظروف صعبة يعني تمس جميع العالم واليوم احنا استطاعنا في الفترات السابقة انه ننهض بوطننا فاستطاعتنا ان نكون من الدول المتقدمة بل احنا اليوم البحرين صارت من الدول المتقدمة في المجال العمال الوطنية تكريم بيومهم المشهود الذي بعث في نفوسهم الفخر والاعتزاز على منبرت له اياديهم نحو التمييز في عمل المتقن من مهام الوظيفة التي ينتسبنا اليها وهو فرح وانجاز انه يعطينا دافع اكثر ان احنا نشتغل نكبر لان الكون احنا معاقين فهم يعطونا دافع اكثر ان تكرمونا الاشياء والله صراحة شعور مستانس وفرحان تشجيع لي والله بالنسبة لي عيد وعيد العمال جميع يعني فالحمد لله انه وفقت في هاي المناسبة وهي ليه اخر سنة في هالعمل ان شاء الله ويعني مناسبة حلوة ومثل ما يقولون ختامها مسكن طبعا كشاب يتم تكريمي في هذا اليوم دفع معنوية في خدمة الوطن ان شاء الله وان شاء الله نكون قدوة للأجيال الجديدة ان شاء الله وبعدنا الله ان شاء الله نرفع رائعة البحرين في المستقبل ان شاء الله تفخر البحرين على الدوام في استمراريتها على توفير اميز البيئات الاستثمارية التي تساعد على توفير ارحب الفرص العملية للبحرينيين في قطاع العمل المتنوعة ودعم اجورهم بل وانتقاء افضل الحوافز التشجيعية لهم بالشكل الذي يزيد من قدرتهم التنافسية والانتاجية يوم الفته الضمائر الحية التي لم تخفل عن توجيه الشكر وابداء الامتنان لكل قطرة عرق فاض بها جبين العامل في مكانه يوم خصص لان يكون مدعاة لاستذكار المعروف الذي تترجمه على ارض الواقع تلك النفوس المثابرة التي لا تهدأ وطيرة انتاجها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات